وسهلا بكم قال الرئيس روسي فلاديمير بوتين أنه مستعد لإجراء محادثات علنية عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أو الاثنين القادمين لبحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وأيضا ملفات الصراع الإقليمية فما هي التفاصيل؟ جاء ذلك عقب تصريحات لبوتين بأن القاتل هو من يصف الآخر بذلك كلام بوتين جاء بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين قاتل خلال مقابلة تلفزيونية تقرير للاستخبارات الأمريكية أكد تورط الرئيس الروسي في التأثير بنتائج الانتخابات الأمريكية السابقة في نوفمبر الماضي لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب من خلال تقويد ثقة الأمريكيين بالعملية الانتخابية الرئيس بايدن هاجم نظيره روسي متوعدا إياه بدفع ثمن في التدخل بالانتخابات الأمر الذي نفته الخارجية الروسية قائلة إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وزارة الخارجية الروسية أعلنت استدعاء السفير الروسي في واشنطن للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية مشيرة إلى أن موسكو مهتم بعدم تدهور العلاقات مع واشنطن فقد أكد الرئيس الروسي أن على الولايات المتحدة وروسيا المحافظة على علاقتهما مؤشر تدهور العلاقات هذا بين الولايات المتحدة وروسيا رافقه دعم أوروبي قادم من ألمانيا فقد رحب وزير الخارجية هايكو ماس باللغة الأمريكية الواضحة بشأن روسيا تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى يعكسه توتر العلاقة المستمر بين الحلف الأطلسي وموسكو التي أكدت أن أعمال النيتو التي وصفها بالعدوانية تدفع روسيا لتكثيف نشاطها لحماية نفسها قبل أسبوعين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا على خلفية سجن المعارض الروسي ألاكسي نافالني وذلك تزامنا أيضا مع عقوبات أوروبية مماثلة شملت مسؤولين روس على صلة بقضية المعارض الروسي وفي وقت سابق كشفت وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي كشفت عن الملامح العامة لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة التي أكدت على مساعي موسكو بتوسيع نفوذها العالمي وذهبت حتى إلى اعتبار أن الدور الذي تلعبه روسيا هو دور مزعزع للاستقرار على المستوى الدولي وصلت العلاقات الروسية الألمانية لأدنى مستوياتها منذ عقود بسبب تسميم وسجن المعارض الروسي ألاكسي نافالني الدولتان تبادلتا الاتهامات والعقوبات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات في روسيا وموسكو قامت بطرد دبلوماسيين ألمان كما تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى تجميد مشروع السيل الشمالي 2 ضمن إطار الرد على هذه القضية المشروع البالغة قيمته 3 مليارات هدفه مد الغاز من روسيا إلى ألمانيا ولكن انسحبت 18 شركة منه قضية نافالني ليست السبب الوحيد في توتر العلاقات ذكرت صحيفة فيلت أمسون تاغ الألمانية نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الدفاع أن برلين تعتقد أن موسكو تسعى إلى زعزعة استقرار النيتو وأضعافه في مايو 2020 أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قاراصنة يعتقد أنهم من الاستخبارات العسكرية الروسية استهدفوا حساباتها وتضمنت عملية القرصنة التي تمت عام 2015 سرقة معلومات من أجهزة كمبيوتر في البرلمان الألماني الأمر الذي تنفيه الحكومة الروسية ويعتقد أن القراصنة حصلوا على رسائل بريد الكتروني من الفترة ما بين 2012 و2015 في حين نفت الحكومة الروسية قرصنة بيانات ألمانية قضايا أخرى تعكر العلاقات بين روسيا وألمانيا تشمل مع الاحتجاجات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا والتنفيذ المتعثر لاتفاق منسك في شرق أوكرانيا وعمليات روسيا في سوريا وفي التقرير التالي نستعرض مع حضراتكم أبرز محطات التوترات الروسية الأمريكية منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه منذ توليه مهام منصبه في العشرين من يناير الماضي ينتهج بايدن سياسة مغيرة اتجاه روسيا عن تلك التي اتخذها سلفه ترامب بدأت أولى التوترات بالتزامن مع قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نفالني في الثالث والعشرين من يناير نددت واشنطن بما وصفته بالأساليب العنيفة التي انتهجتها موسكو في التعامل مع المتظاهرين المؤيدين لنافالني وهو ما وصفته روسيا بالتدخل الوقح للولايات المتحدة في شؤونها الداخلية وفي الخامس من فبراير وفي أول خطاب رئاسي له تعهد جو بايدن بتبني نهج متشدد حيال روسيا وقال إن الولايات المتحدة لن تخضع أمام روسيا بعد الآن وأذن الكريملين خطب بايدن كما اعتبره عدائيا جدا وغير بناء وفي الثاني من مارس فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومسؤولين روس آخرين بعدما تبين لها أن هذا الجهاز هو من نفذ عملية التسميم وهي خطوة دفعت موسكو لتحذير واشنطن من اللعب بالنار وفي السابع عشر من مارس تصاعدت حدة التوترات بعد تصريحات متلفزة للرئيس الأمريكي قال فيها إنه يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل وأحضر من أنه سيدفع الثمن وهي تصريحات اعتبرها رئيس الدوم الروسي هجوما على روسيا كما استدعت موسكو سفيرها في واشنطن في ذلك اليوم للتشاور حول مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة نرى معكم كيف استقبل بعض مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر وكيف كانت ردود أفعالهم أولا لنرى ربال أسعد يقول أنه ألمانيا قالت سابقا روسيا لا يمكن استغناء عنها والآن تؤيد واشنطن في تصريحاتها ضد موسكو هذا طبعا رأي ربال من ضمن أيضا ردود الأفعال الأخرى حميدو يقول أن الولايات المتحدة هي من تحمي ألمانيا وأوروبا من روسيا ولولا ذلك لما تجرأت ألمانيا على استفزاز روسيا من بين أيضا الأراء التي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي محمد يخالفه الرأي طبعا ويقول أنه ألمانيا من تلقاء نفسها تدخلت أيام إدارة ترامب وعالجت ألكسي نفالني وفرضت أيضا عقوبات على روسيا طبعا هناك مجموعة من الأخبار والتصريحات الأخرى لكن هذه عين منها لنقاش هذا الموضوع نفتح نقاش مع ضيوفنا من موسكو عبر الأقمار الصناعية السيد أندري مورتازين رئيس القسم العربي في وكالة الأنباء الروسية ومن برلين عبر زوم معنا السيد حسام ميرو الباحث في الشؤون الأوروبية أهلا وسهلا بكم طيب أبدأ النقاش أولا مع ضيفي طبعا من واشنطن أو عفوا من برلين أولا يعني الحالة جدا محتدمة اليوم هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بايدن يصف فيها بوتين بأنه قاتل وهناك حالة من حالات الترحيب الأوروبي بهذا الموضوع دعنا نفهم أولا كيف نفهم هذا الموقف الأوروبي من تصعيد بايدن تجاه روسيا سيد حسام وما مدى استقلالية القرار الأوروبي اليوم مساء الخير لك والسادة المشاهدين طبعا يعني كان خلال الولايات السابقة لرئيس الأمريكي ترامب كان فيه توتر بالغ بين واشنطن وبين الاتحاد الأوروبي بشكل عام وكان طبعا منعرف أن الخط الغاز القادم من روسيا إلى أوروبا كانت الشركات تعمل وكان باقي لبضعة كيلومترات حتى إجازه بشكل مهاجي لكن فعليا مع مجيء بايدن تنوع من الارتياح استقبل الاتحاد الأوروبي عموما مجيء بايدن بنوع من الارتياح أملا بعودة إلى تحالف قوي فعليا مع واشنطن كان حاول الاتحاد الأوروبي عبر الشراكة مع روسيا أن يدخل روسيا كدولة طبيعية إلى الفضاء الأوروبي بما معناه من خلال بوابة الاقتصاد أن يحدث تغييرات في الحالة السياسية لكن موسكو كما نعلم استفادت من زيادة فعليا الإمكانيات التوريد لأوروبا للغاز من جهة وزيادة أسعار النفط بفترة من الفترات لتثبيت موقفها في الساحة الأوروبية من جهة وفي الشرق الأوسط في الوقت الذي كانت تتخلى في أمريكا أو تنكفع فيه فعليا عن الشرق الأوسط كما في الملف السوري والذي ساهم فعليا لكفاءة الأمريكية عنه بدخول أوسيا وأصبحت اليوم واقعي لا يمكن تجارزه فعليا بالمعادلات التي تعلقها بالشرق الأوسط نحن نعلم أنه كمان اليوم تحلل الذكرى السابعة بموضوع القرم ودخول روس إلى أوكرانيا كمان الأوروبيين وجدوا أن روسيا أصبحت في عقر دارهم في نهاية المطارف وبأنه التدخل العسكري أصبح حمر وارد وهذا كان خط أحمر سابقا في كل الاتحاد الأوروبي أن يصبح هناك تدخلات عسكرية مباشرة هذا نعرف كمان بأنه جوبايتن بأول لقاء كبير له على المستوى الدولي تم عبر منصة زوم من خلال أقل من شهر تقريبا قال بأنه نحن عندنا ثلاث ملفات ملف الصين وملف روسيا وملف إيران وطبعا كان فيه نوع من التعاون الوثيق ما بين الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الألمانية بمحاولة متابعة التدخلات الروسية في الأمن السيبراني المتعلق فعليا كامل التحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ولدى جهازي الاستخبارات الألماني والأمريكي قناعة راسخة بأنه في زيادة بمنصوب التدخل القادم فعليا من موسط ووصل إلى حد تدخل في عمليات لها علاقة بالصناعات أحيانا في سياسات في إخطاء مؤسسات رسمية مثل برلمان الألمانية على سبيل المثال أو على وثائق متعلقة بالمستشارة ميركل وبالتالي اليوم في عودة لتثبيت التحالف حلينا نقول ما بين واشنطن أو مفطي الأطلسي ما بين الاتحاد الأوروبي طيب أنا سأعود إليك سيد حسام لنعرف مدى فعالية هذا التحالف ومدى إمكانية الاعتماد عليه في مواجهة موسكو وكما ذكرت أنت موسكو هي بالفعل القلق الأمريكي الكبير وعبر بايدن عن هذا منذ اليوم الأول وحتى قبل توليه للرئاسة بالعودة إلى المواقف الخاصة برئيس بايدن قبل أن يصبح رئيسا فيما قبل لكن دعنا نشرك معنا سيد أندري في هذا الحوار اليوم هناك دعوة من الرئيس بوتين سيد أندري للحوار مع الرئيس بايدن أولا كيف نفهم هذه الدعوة هل فيها شيء من أنواع التراجع للمواقف الروسية خاصة أن هذه التصريحات أو هذه الدعوة جاءت بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل هذه كلمة جدا كبيرة مخالفة تماما لكل الأعراف الدبلوماسية التقليدية أولا كبيرة مخالفة تماما للمواقف الروسية تطبيق الالاقات على حدين ما ويضع بايدن إلى الحوار ليس بايدن ويضع النخبة السياسية الأمركية إلى الحوار وإدراك أن تريق المصدود هذا ليس سبيل وهذا ليس لناك الخروج للعلاقات والليس لناك لأفاق للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ويجب الخروج من هذا المعذق هذا أولا سانيا فيما يخص الاتهامات في تصميم Навالي تصميم سكريпال وإلى آخر هل تصدق النخب الأوروبية والنخب العربية والشارع العربي لجميع الأقوال الواردة الجارية من الاستخبارات الأمريكية أو البريطانية أو المانية أعيد إلى زغانكم مثلا قبل 17 سنة وزير الخريجي الأمريكي غولين باول في جالسة مجلس الأم كان يمسكوا العنق الزجاجي مع المسوق الأبيض وقال هذا هو السلاح الكيموي والبيولوجي هذه نقطة مثيرة جدا للاهتمام اسمح ليبيا أن أقولها لضيفنا من برلين السيد حسام سيد حسام ما يقول ضيفي من موسكو هو بالفعل يردده الكثير وأن هناك شكوك كثيرة وتحفظات كثيرة يعني على مصداقية ما ينقل أو ما يخرج عن المؤسسة الاستخباراتية الأمريكية ويقال دوما أن هناك أجندة خفية وراء هذه المؤسسة وما يصدر عنها من تقارير هل بالفعل هذه ورقة اليوم تستخدم للضغط على موسكو ربما لحشرها في زاوية معينة يعني لاستصدار أو لإنتاج بعض المواقف في كل الملفات العالقة في المنطقة دعينا نقول بأن هذه الملفات عادة تستخدم كأوراق وأدوات ضغط ما بين الدول نحن نألم بأن عموماً الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية كان في عندهم رغبة بالمضي بالعلاقات مع روسيا بما يخدم فعلياً الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية من دون إعطاء روسيا مزيداً من النفوذ إن كان ضمن أوروبا وإن كان ضمن الشرق الأوسط لكن فعلياً هذا غير ممكن في السياسة يعني أنه أنت تستفيدي من الخصم أقتصادياً بموضوع الغاز أو بموضوع الطاقة ولا تريد بإعطاء موسكو لنقل امتيازات على المستوى السياسي ثانياً التصريح الأمريكي رغم أنه يدفع المسائل لحافة هاوية لكن كما أنه يعبر عن زعاج من واشنطن تجاه موسكو لكن يعبر فعلياً على أن موسكو أصبحت بالفعل تمتلك إمكانيات إزعاج الاتحاد الأوروبي وإزعاج واشنطن في ملفات عديدة وهذا يدل بشكل واضح على أن موسكو اليوم لديها إمكانيات ولديها نفوذ في أكثر من مكان هذا يدفعني لسؤالك سيد حسامي يعني إذا كانت موسكو بحسب ما أفهم من كلامك رقم مهم في المعادلة الدولية اليوم وهناك رغبة أمريكية أوروبية في التعامل معها والتعاون معها لكن من دون منحها امتيازات كما سبق وأن تفضلت هل هذا ممكن اليوم؟ هل هذا واقعي أصلاً؟ يعني المسائل تتعلق بصفقات على مستوى على مستويين مستوى له علاقة بمرحلة مرحلة وجود بايدرين اليوم والديموقراطيين خلال أربع سنوات وفي مسألة تتعلق ببعد استراتيجي المسألتين تتقاطعان في قضية واحدة هي الصين لدى واشنطن ولدى الاتحاد الأوروبي رغبة قوية بإبعاد موسكو عن بكين وبالتالي اليوم الخطر الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس روسيا فعلياً على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العالمي هو الصين وبالتالي محاولة عزل الصين فعلياً عن الحلفاء التقليدين مثل موسكو هناك رغبة فعلياً للدخول في التفاوض نحن شفنا أنه إدارة بايدرين كانت مينة مثلاً بمعاهدة ستاتس ثلاثة على سبيل المثال والتعاون مع وسطو في هذه المسألة إذن ليس هناك قطيعة بالمعنى الكل طيب دعني أحيل هذه الفكرة للسيد أندري تحديداً خاصة وأنه تقول أن القلق الأمريكي الأوروبي الأكبر هو الصين سيد أندري هل اليوم هذه الورقة هل اليوم التحالف الروسي الصيني الاستراتيجي هو أمر قابل للنقاش وأمر قابل للمرونة في ظل ربما رغبة موسكو في الحفاظ على علاقتها بالأوروبيين ومصالحها الاقتصادية الكبيرة مع القرى العجوز بالفعل العلاقات بين روسيا والصين هي العلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي وفي نفس الوقت يجب أن نأخذ باعتبار قدرة الاقتصاد الصيني هي غير قابل المقارنة على الاقتصاد الروسي هي الاقتصاد الثاني بعد الاقتصاد الأمريكي هذا صحيح وموافق تماما مع زميل الكريم من ألمانيا وفي نفس الوقت يجب أن نأخذ باعتبار شيء آخر في أين غرباچوف وفي أين يلцين وفي أين بوطن عند الوليات الولي كانت أوروبا تتعمل ما روسيا كمعلم ما تلميز وروسيا تلميز ولزي لان تسبوها ابدا المعلم وروسيا كانت تلميز تتبع لرغبة المصالح الوليات المتحدة وروبا خاصة ألمانيا وفي 2007 في مؤتمر مونيخ قال بوتن روسيا ستدافع عن مصالحها الوطنية وانتهى هذا الأمر ومنذ ذلك الآن روسيا تحولت إلى العدو الذي يقف أمام بوابة الاتحاد الأوروبي هذا هو الأمر الحقيقي هذا هو الأمر الواقع الآن ماذا عن الآن؟ ذكرت نقطة مهمة في الإجابة السابقة وقلت أن موسكو تريد تطبيع العلاقات إلى حد ما هل أفهم من كلامك أن هناك تعويل أو هناك سياسة روسية لتعامل مع بعض المؤسسات أو الرهان على مؤسسات غير بايدن غير مؤسسة البيت الأبيض أو غير الرئاسة بشكل أو بآخر؟ روسيا تقول نحن سنتعامل مع بايدن على تلك الدرجة التي كانت تتناسب مع المصالح الوطنية الروسية ونفس الشيء قال بايدن البلايات المتحدة تريد أن تتعامل في تلك المجالات والمايدين التي كانت مفيدة للبلايات المتحدة نفس الشيء تريد أن تتعامل روسيا ليس هناك التفاهم وتفاهم الكامل بين روسيا وبايدن وبايدن شخصيا لديهم العدوة شخصية وهذا الشيء سيء جدا للأسف طبعا ما هي الأهداف الاقتصادية التي تقدف إليها البلايات المتحدة الخانق الاقتصادي والسياسي لروسيا وكبح روسيا كبح بوتن طبقت معي دقيقة أذهب بها للسيد حسام لأنه في الحقيقة لا يمكن أن أختم معك غير بالسؤال عن مسألة العقوبات لأنه اليوم هذا هو السلاح بالحقيقة الأمريكي الأوروبي الوحيد المطروح هل نحن بصدد الحديث عن عقوبات تختلف في طبيعتها في جوهرها بحيث تطال مؤسسات وليس أفراد أم أنه هناك حديث عن عقوبات ربما تختلف في مستواها بحيث تطال أفراد على أهمية ودرجة أعلى مثلا الرئيس بوتن هل هذا وارد سيد حسام بالنسبة لرئيس بوتن لا أعتقد أن المسألة واردة في المدى المنظور بمعنى أن حتى العقوبات على المؤسسات والكينات لا تعطي نتائج مباشرة على الأرض لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لكن فعليا واضح بأن الاتحاد الأوروبي وبأن واشنطن السلاح الممكن بين أيديهم فعليا هو سلاح العقوبات من غير ممكن الاستضامة العسكري أساسا وغير مسموح فيه وغير متاح بمن تركيبة النظام الدولي وبالتالي ليس هناك سلاح إلا سلاح العقوبات فعليا لكن دعينا نقول وبعجالة بأنه اليوم في محاصرة لموسكو في ملف النفط وفي ملف الغاز ماذا لدى موسكو لتقدمه للعالم اليوم لا توجد لديها سلاح مهمة على مستوى السوق الدولي ما تستطيع أن تبيع للعالم فهو النفط للغاز فعليا وإذا استطاعت أوروبا تأمين ولكن هذا يبقى له أهمية خاصة بالنسبة لأوروبا حتى لا يمكن أن ننكر هذا الكلام طيب اسمح لي أن أذهب بالسيد أندريل تعليق سريع على هذه النقطة مسألة العقوبات سيد أندريل لو طالت الرئيس بوتين شخصيا هل يمكن أن تظل هذه الدعوة لحوار قائمة منه هذا ربما خط أحمر لروسيا الخط الأحمر هو طبعا التيار الشمالي رقم اثنان هذا التيار أنبوب الغاز الهدف الرئيسي للولايات المتحدة منع أوروبا لشراء الغاز الروسي ووقف بناء هذا الخط الغاز لهذا الهدف كانت تستخدم قضية نوالني وقضية سكريبال لهذا الهدف فقط لكي اشترت أوروبا الغاز الأمريكي المسيل وليس الغاز الروسي الذي أرخص بأربين في المئة هذا الشيء واضح لأي اقتصادي ولأي شخص الذي له العقل وللأسف الشديد الشارع العروبي أحيانا لا يدرك ذلك السيسيون يفهمونه طبعا ولذلك أوروبا لا تريد قتال العلاقات أما بقية العقوبات المفروضة فهي عدمت الفائد إطلاقا أما القرار عن البناء أنبوب الغاز هذا هو القرار الماني والقرار الأمريكي والهدف الأمريكي ووقف هذا المشروع نعم شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من موسكو عبر الأقمار الاصطناعية السيد أندري مورتازين رئيس القسم العربي في وكالة الأنباء الروسية والشكر موصول أيضا لضيفي من برلين عبر زوم معنا السيد حسان ميرو الباحث في الشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لكم على المشاركة نستعرض الآن مع حضراتكم نتائج المشاركة بأرائكم في التصويت الخاص بالملف الأول والسؤال كان هل طلق دعوة بوتين بايدن للحوار آذانا مصغية في البيت الأبيض طبعا ناقشنا هذا الموضوع في الملف الأول وفي الموضوع الأول من هذه الحلقة حلقة دائرة الشرق لليوم ونعرض معكم النتائج للتصويت النتيجة النهائية هي 50% لصالح أن هذه الدعوة قد طلق آذان مصغية في البيت الأبيض طبعا دعوة بوتين بايدن للحوار والنتيجة متساوية على ما يبدو أنه على الجانب الآخر هناك 50% من الآراء التي ترى أنه يعني لا لن تلقى هذه الدعوة آذانا مصغية ولن يحصل هذا اللقاء بين بوتين وبايدن أشكركم على المتابعة نصل معكم الآن إلى ختام الساعة الأولى من دائرة الشرق المزيد من الملفات بعد قليل ابقوا دائما برفقتنا ترجمة نانسي قنقر